جهازين بألوان مختلفة من شركات مختلفة بمواصفات أكيد مختلفة لكن الأجهزة الاقتصادية شوفوا تشطيبة هذا الجهاز وتشوفوا تشطيبة هذا الجهاز انت كم استخدم أو متلقي أو تريد تشتري أجهزة هل الألوان والتصميم يغرك أنه تشتري الجهاز؟ أو هل التصميم يأثر على قرار شرائك بالنسبة للجهاز؟ شوفوا هاي الأجهزة واليوم راح اشرح لكم مواصفاتها وهي سعرها هذا التكنو عيحرا برو باللون الجديد اللي بخليطها الشركة وهذا الأوبو الأي 38 يجي هناك فور موجود هذا الجهاز يجي بشحن سريع 33 واط 50 ميجا بيقصر عدسة خلفية وهذا الجهاز يجي رام 4 قيقا معاين 4 قيقا يصير 8 قيقا وإضافة للـ 128 ذاكرة شوفني تشطيبة الجهاز بالنسبة للألوان بالنسبة للكاميرا وهذا النظام ثابت وحلو ويجي شاحن 33 واط والكيبل الشحن وهذا الجهاز من تكنو هذا الجهاز يجي بعدسة أساسية 50 ميجا بيقصر خلفية وكاميرا مويف هي 30 ميجا بيقصر المعالج يجي 8 واثمانيب والذاكرة 156 وارامو هنا 8 قيقا وتشطيبة الألوان يجي يشوفونها هذا يجي الحافظة الجيلاتين ويجي هنا ويا الشاحن ويا كيبل الشحن اللي 18 وار إذا تشوفوا يا الشاشات هنا هذه الشاشة كاملة بيثقب بالكاميرا الأمامية وهذا هنا القطع هنا تشوفني الكاميرات من وارد هذا النظام الثابت ومستقر الأوبول 8 38 هذا نظام نوعا مازي لكن هذا دائما يكون أفضل هذا سعر 125 إلى 120 دولار أقل من 200 ألف عراف كذلك هذا 130 أو 125 دولار الأسعار الثانيين قريبات 200 ألف عراقي أنت كشكل كمواصفات بالنسبة لهذه الأجهزة من هو راح تختار بيناتهم معنا ذاكرة 156 وهذا ذاكرة 128 هذا تكنو 10 برو هذا الهي 38 من شركة أوبو أنا يقول لك بالنسبة للأجهزة كنظام هذا أثبت هذا يكون أفضل فإنتبه هاي الأجهزة من ورح تفضلهم هل تفضل إنه الشكل والديزاين والمصنعية أو تفضل المواصفات والنظام الثابت والتحديثات اللي راح تجيها فنتكريها بالتعليقات وخليني أشوف رأيك بالنسبة للأجهزة تحياتي لكم الجهازين حلوات والأسعار مناسبة لكن أنت حسب قناعتك منه تميل إلى هذا الجهاز أو هذا الجهاز استحياتي لكم وفي أوام الله